شفتوا العنوان للفيديو فهنايا في هذا الفيديو غادي نوضح لكم بالضبط وبكل صراحة اللي كاين يعني في غيما غادي تعرف بزافة الأمور على مجال الطباء عند الطلب بالضبط من أحتى الزيت وبزافة الأمور فشوف هذا الفيديو من الأول تلاخر وما دنساناش بواحد لايك للتحفيز أوكي ويا لنبدو أول حاجة بغي نعرفه كناس مبتدئة أوكي ناس اللي قد عبر عارف الخدمة ديالو موخد دامي ناس كمبتدئة دخلة في هذا المجال طباء عند الطلب واش كتشوف أنها قدرة يعني دعطي في هذا المجال ولا لا هادشي هدا يتعلق بك طبيعة الحال ولكن أنا غادي نوضح لك بالضبط شوف معايا هاد المجال طباء عند الطلب كنعرفو أنه كنسمعو كيتطلب الصبر خصيك دبحات في الريسورش مزيان خصيك تشوف نيتشات تراند خصيك تشوف كهذا هادشي هدا كامل كيكون كيعرفو المبتدئ لأنه بزاف كيهدار عليها في يوتوب كوشي نفس المتود نفس السراتيجي نفس الشي هنا المشكلة اللي كيوقعه أنك انت كمبتدئ كتشوف فيديو ديتي خبرة عرفتي شنو كاين كالب شي طبق ديك الشي شريتي الكون مرش باي امازون ولا خدام بلاتفورم واحد اخر يعني نفس الطريقة نفس السراتيجي اللي عطا لك شخص واحد اخر هنا ينتكد انسى باللي ديك الفيديو شافوه بزاف ديالنس وباللي ديك السراتيجي اللي غدي تخدم عليها انت رب زاف خدمو عليها هات الشخص هيدا اللي يشارك معكم هات السراتيجي ماشي ما كتكونش عاطية ولا ماشي مزيانة ولكن من لي كتتحض ديك السراتيجي ما كتبقاش خدام أوكي من الاخر ما كتبقاش خدام لأنه كل شي غدي يخدم عليها هنا يخص تخدم عقلك لأنه انت غدي تدي فكرة من ديك السراتيجي وتحاول تتبق طريقة اخرى لأن هاد الدومين كيتطلب التمييز يعني يخص تكون تمييز على غيرك باش تقدر نجيب السراتيجي ويداش هنا في الواقع والصراحة اللي كاين حتى البلاتفورم كيختلف على واحد اخر مع مثلا غدي يشيب ونشوفو حنا يا البلاتفورم دريد فابلش هاد الناس كيدخلووش حال كده ماشي هو ميرش باي امازون ماشي هو قادة ماشي هو قادة وبحال ميرش باي امازون فيها الترافيق اوغاني يعني انت كتقدر متلا ما تخدمش على الترافيق متلا من بره ولا تجيب الزوار ولا شي لعيبه يعني انت كتقدر تشوف كتبقى ممركز على الديزاينات ديالك كتبقى مركز على الاس ايو حتى وما مهم جدا الاس ايو نعم اجيلكم عليها الاس ايو مهمة لاخوان يعني بزاف ما كي ما كيعطيهاش القيمة بحال اللي كيعطيهها واحد اخر باش كيقدر يحصل على السازن لان الاس ايو هي كل شي الاس ايو هي كل شي في هاد ضومين باش تقدر ترنكا وطلع وتجيب المبيعات ف كل واحد كيشوف السراتيج اللي خدام عليها واللي ارتاح عليها ومزيان وماشي ولكن من اللي ما كيحصلش على السازن فهنا خطيه يعرف بان ديك شي اللي كيعمل وديك يعني السراتيجي ولا اي حاجة اللي خدام بها شي حاجة ماشي يا هاي يعني خطيه يغير ولكن هنا من اللي غادي تجيه تغير خطيك من راسك يعني ما غاديش يقدر يجي شخص ويشارك معك واحد السراتيجي اللي خدام بها ويعني دابة حاليا وكيحقق منها مبيعات وكيجي بالزافة لالامر فالصعيب لانك اصلا ما غاديش يقدر يعطيها لك لانه هو هاديك يا باب دي الرزق دياله لانك انت غادي يعطيك المستحيل هو ده واحد شحال مثلا واحد الاكسبريانس كبيرة في هذا المجال وغاديش يعطيها لك في النهار ولا يكدر اصعيب 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 فما دنسوناش بلايك ومونت للتحفز ان شاء الله في هاد القناة غادي نحاول اناني نعطيكم بزافة استراتيجية ولكن كما اقول لكم في اللول فيديو ان استراتيجية ما غاديش خدامة لا عليك ولا عليها ولا عليك كاملين بينا ولكن كفكرة هيرباش داع رفضيك استراتيجية انت خصك هنا يتخدم العقل كيفاش انت اللي خصك دعمل ايبداع ديالك اوكي فحاول انك دبقى مستمر حط ديزاينات تشوف حاجة تلاند تقام ماشي باستمرارية انك ما تستسلمش من هاد المجال وغادي يجي واحد ناري واحد نار ما عرفناش اليوم ما غادي شهر شهرين ما عرفناش بالضبط تم وغادي دعرف بالضبط ان هاد دومين باقي فيه ولا ما باقيش فيه انت اللي غادي تقدر تحكي من راسك لان المنافسة في جامع المجالات اللي كاينة فماشي غير هاد المجال هاد اوكي يلا تهلوا الدراري وديما بقوا مستمرارين حتى تحققوا نتائج ديالكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة